في بلدة صغيرة تحيط بها الأشجار من كل جانب حدثت هذه القصة كان حاكم البلد وزوجته يعيشان وحيدين في قصر الحكم ويحلمان أن يرزقا بولد يعطيهما السعادة والفرح مرت سنوات طويلة من الانتظار والدعاء رزقا في آخرها بطفلة جميلة جدا فأقاما حفلا كبيرا بهذه المناسبة السعيدة كان الحاكم مسرورا بزوجته التي يحبها وبطفلته الرائعة الجمال حتى إنه دعا إلى الحفل جميع الناس ومن دون استثناء كان من عدات تلك البلاد أن يقدم كل فرد حضر الحفل هدية إلى المولود الجديد ولذلك سمح الحاكم للناس برؤية ابنته وتقديم الهدايا إليها ثم دعا بعض النساء الفاطلات إلى حفل خاص غير ذلك الحفل أشكر لكم حضوركم وتلبية الدعوة إلى هذه المائدة هيا تفضلنا إلى تناول الطعام هاو؟ 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 أدت؟ أراك دعوت جميع هؤلاء النسوة أيها الحاكم ولم تدعوني هل لي أن أعلم لماذا؟ ظننا أنك مدت أيتها العجوز كانت هذه المشعوذة قد اختفت منذ أكثر من خمسين عاما وظن الجميع أنها ماتت أعتذر إليك فأنا لم أكن أعلم أين أنت تستطيعين أن تتفضل وتشاركين في طعامنا الآن أحضر الكرسي حاضر جلست المرأة خلف المائدة وقدم إليها طعام مثل طعام الأخريات أنا أكل بهذه الأواني والأخريات بأواني أجود منها تستخفون بي يا سادة حان الوقت لتنظر النسوة إلى الفتاة وبدأنا ينظرنا على التوالي أرى أن هذه الطفلة ستكون الأجمل عندما تكبر وتصبح شيئا أشابة أرجو ذلك من كل قلبي ويبدو لي أن لهذه الطفلة قلبا رقيقا مثل غيوم الربيع البيضاء وأرى أنها ستكون رقيقة المشاعر والأحاسيس وأتوقع أنها ذات صوت شجي وكلام عز وستغني الأغاني بصوت أحلى من صوت البلابل والعصافير يجب أن تتعلم العصف بالآلات الموسيقية أظنها لن تعيش طويلا بل ستؤذي نفسها بشيء حاد يؤدي إلى موتها ماذا؟ ماذا؟ ماذا قلت يا وجه الشؤر؟ تماسك ولا تخافي يا حراس أمسك بتلك المشعوذة الشريرة ماذا قلت يا حزيزي؟ ماذا قلت практически؟ أغلق ما تُغلق ما تعاوني على قبل ماذا قلت يا حريقة ماذا؟ شخصihn ألم تمسكوا بها؟ لا تقلق يا سيد الحاكم فالأعمار بيد الله تعالى ولكن كلام الشريرة مزعج لا شك أن كلامها مزعج يا سيدي ولكن عليك أن تجعل ثقتك بالله كبيرة حتى لو صح ما توقعته المرأة المشاوذة فالله قادر على تهيئة الأسباب التي تجعل ابنتك تنجو ويطول عمرها حتى لو آذت نفسها كن مطمئنا يا سيدي وأرجو الله أن تحيا حياة سعيدة شكرا لك أرجو ذلك وأنا أثق بأن الله تعالى سيسلم ابنتي من كل شر عزيزتي الواجب يقضي منا أن نحسب حسابا لهذه المرأة الشريرة فقد تحاول إذاء ابنتنا لتدعي أن ما توقعته قد حدث ما العمل سيدي؟ لا تقلقوا يا حراس اجمعوا كل آلة حادة وأحرقوها جمعت جميع الأدوات الحادة من أنحاء البلاد ثم أحرقت والحاكم يراقب تنفيذ أمره خشية أن يصح ما توقعته تلك الشريرة ومرت خمسة عشر عاما من دون أي إزعاج وكبرت طفلة الحاكم المدللة وصارت شابة جميلة وذكية ولطيفة وأتقنت أشياء كثيرة لا تذهبي يا بلادل أيها السنجاب هل عرفتني؟ جاءت الأرانب والثعالب أيضا مرحبا يا أصدقاء الماء جميل جدا يا أصدقاء اللعب من ماء النهر البارد رائع أنا سعيدة سعيدة جدا أين أني يا نستي؟ صوت مربيتي هانستي الغالية هانستي هانستي وجدتك أخيرا لماذا غفلتني وشئتي إلى هذا المكان؟ الماء بارد وأخشى عليك من الزكام انتعي لحذائك إذن سأركض على العشب مع أصدقائي لا تركض هكذا بسرعة وإلا وقعت لا تقوم بسرعة وإلا وقعت لا تركض على العشب مع أصدقائي والدايا هنا ما أشد سعادتي ابنتي وهكذا كانت الأيام السعيدة تبدو كما لو أنها ستدوم طويلة مع السلامة مع السلامة حال الوقت لخروج الحاكم والحاكمة إلى أنحاء البلاد لتفقد أحوال الرعية ما أجمل هذه الورود لا أحد هنا ولا هنا أيضا أين ذهب الجميع يا ترى شكل هذه القطة غريب انتظري إلى أين تهربين أيتها القطة صعدت الفتاة الجميلة الدرجة المؤدي إلى أعلى القصر وهي لا تعلم ما ينتظرها لماذا بنيت هذه الغرفة هنا أرجو المعذرة أهلا بك يا جميلة لما أنت وحيدة لأنني أغزل خيوطي بعيدا عن العيون يا ابنتي تغزلين الخيوط؟ يبدو ذلك العمل ممتعا جدا هذا صحيح هل أستطيع أن أجرد؟ من دون شك تفضلي أمسك المغزل والإدرة دوني أغزل خيوطي بعيدا عن العيون دوني أغزل خيوطي بعيدا عن العيون دوني أغزل خيوطي بعيدا عن العيون صغيرة الحبيبة صغيرة الحبيبة أنا الملومة كان ينبغي أن تبقى تحت نظاري لهم لا تلومي لسكئيتها المربية إنني أسأل الله تعالى أن يهيئ لها أسباب الشفاء العاجل أرجوك يكلميني يا ابنتي ابنتي هذا يكفي يكفي أفقي يا ابنتي انظر ماذا أصابها اطمئنا واجعلاثقتكما بالله وحده ونام بالله ولا سيما أنها لا تزال حية وتتنفس جيدا فلتصبر حتى لو طال وقت غيبوبتها إن بعض المصائب تكون امتحانا لصبر الإنسان يا سيد الحاكم سيطر الحزن على جميع أهل القصر وأهمل حتى غطت الأشجار الشوكية جدرانا ومرت الأيام الطويلة وكل شيء على حاله موسيقى وذات صباح مر حاكم البلاد المجامرة في رحلة صيد من جانب قصر الأشواك لماذا لم تطلق سامك يا سيد الحاكم؟ ما ذلك الشيء هل تقصد قصر الأشواك؟ إنه قصر حاكم البلاد لكنه أهمل بسبب مرض ابنته هل تريدون أن نصدق أن حاكما يهمل قصره هذا الإهمال حتى يأول إلى هذه الحال المزرية يا زميلي؟ قلت إنه قصر حاكم هذه البلاد يعني أنه قصر وأنا قلت إن هذا لا يصدق يعني أنه لا يصدق إنه يخرف أرجوك أهداء دعه وشعناه ماذا تقول يا أهداء؟ هذا يكفي لا تختلفوا فأنا سأخبركم بأمر هذا القصر الحزين في هذا القصر تنام أجمل فتاة في العالم منذ مدة طويلة ولذلك حزن الحاكم والرعية حزنا شديدا عليها وأهمل كل شيء حتى صارت حال القصر على هذه الحال التي ترونها الآن بعدما كان أجمل القصور سأنقذها إ sant أيضا أنقذوا 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 مثل أنقذوا 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 سأتغلب على كل شيء مهما كان وسأوقذها يا سيدي إذن يعتني بنفسك يا سيدي برعاية الله ها؟ 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 الفتاة نائمة هنا في يدها وردة حمراء وبعد أن قطع الحاكم الشاب الأشواك زال تأثير رائحتها على الأميرة الجميلة وعادت إلى وعيها شكرا شكرا لك على إنقاذي الحمد لله على سلامتك يا آنسة أرجوك ساعدني لكي أنهض قل لي من أنت أيها الشاب حاكم الياسمين أيها الحاكم أين أبي وأمي أين مربيتي ابنة العزيزة ترى ما الذي حدث معها هل أفاقت من زيوبتها ترى ما الذي حدث معه المترجم للقناة انظر ما اجملها وهكذا تزوج الحاكم الشاب والفتاة الجميلة وعاش الجميع بسعادة وامان شكرا لكم شكرا شكرا